موسيقى إنه لمن دواعي الشرف النوبة عن سيدي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله في افتتاح المؤتمر العام الخامس والعشرين للاتحاد الوطني لطلبة الكويت الذي يشمله سمو حفظه الله بكريم رعايته وعنايته وهو ما يؤكد دعم ورعاية القيادة العليا بالبلاد لكل عمل وطني يرسخ ديمقراطية المنهج وقبول الرأي والرأي الآخر لكل ما فيه مصطحة الكويت العليا وهي القيم بدأت تفاخر بها دولة الكويت منذ نشأتها ويعتز بها شعبها الوفي الحضور الكريم إن مواكبة الدورة الحالية للمؤتمر لليبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ومرور خمسين عاما على تأسيسه في الرابع والعشرين من ديسمبر عام 1964 إنما يمثل تتويجا للجهود الكبيرة لطلبة الكويت في أماكن تواجدهم حول العالم وتعبيرا عن وحدة الصف الطلابي المستندة إلى قيم مبادئ الوحدة الوطنية الكويتية وهو ما نص عليه النظام الأساسي لتأسيس الاتحاد وأكدته مواقفه القوية والمبدئية دعما لقضايا ومواقف كويتنا الغالية التي وثقتها جهوده المقدرة والمشهودة بتنظيم فعاليات سياسية وفكرية حول العالم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة